السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد ثلاثة تسعة أيلول سبتمبر طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل الآن ورح ينتقل الساعة ثنتين وتسعة وقمسين دقيقة عصرا لبرج الثور ورح يظل في برج الثور لغاية مساء يوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لبرج الجوزة القمر اليوم موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء يعني زي الأسرار أو الخبايا مناسبة للسر والكتمان وإخباء الأمور طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل لغاية ساعات العصر معناته من ضل بنشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن جراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تتشكل ذروتها الساعة 11 و56 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 11 و56 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 12 و59 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا يندقل القمر من الحمل لبرج الثور هذا بيعني أنه فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 22 و59 دقيقة عصرا القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الثور عشان هيك من ساعات العصر منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات وأيضا قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إجهبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية ذروتها ساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم أما من ساعات العصر فبصير عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم عما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها وأيضا ما تكون في فترة قلو المسار هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وأيضا الجراحة التجميلية لأنه ما زال الزهرة بتتراجع لغاية يوم الغد ولكن بظل إلها تأثيرات لخمس أيام قادمة الحلقة عن انتهاء تراجع الزهرة صارت موجودة على القناة هذا اليوم يعني يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره 18 يوم في تمام الساعة 6 و 16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 19 يوم نسبة الإضاءة 80% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم تهتموا بمظهركم وبنوع من أنواع التغييرات هذه تعتبر فترة جيدة لغاية ساعات الظهر للانطلاق بمشروع جديد وتتمتعوا بنشاط ذهني والجسدي كبيرين ولكن الأهم أنك تتفقدوا جميع الأوراق بشكل جيد أما من ساعات العصر وما بعد يصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم ابتنشطوا بالاتصالات وزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجعوا ممكن تعالجوا بعض المسائل الإدارية أو التمويلية اللي بتتطلب منكم توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتظل الأجواء ضاغطة لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فهي الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وممكن تتأخر مشاريعك أو ممكن تلغيها أهم شيء أنك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم أما من ساعات العصر فهنا تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي فترة فيها نوع من أنواع الإيجابية الممتازة جدا لأن القمر رح يكون عندك فهذا الشيء رأي يعطيك طاقة من السلام وبلوغ التفاهم بشكل كبير فترة ممتازة برضو يعني حاول أنك تبدأ من ساعات العصر بالتحرك بالنسبة لموليد برج الجوزة تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم شيء أنك تكثف ارتباطاتك وانت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي فترة جيدة ولكن من ساعات العصر بيبدأ الضغط الأكبر لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتصير من ساعات العصر وما بعد بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل عاجل ومتراكم دون إهمال صحتكم حاولوا تعملوا بشكل روتيني ولا ترهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان فلا تجازفوا بصحتكم ولا بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للأمان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شي إنك تهدئ من روعك هاي فترة شوي ضاغطة ومشحونة بالمتاعب والتوتر علجوا الأمور بهدوء وقدموا أفضل ما لديكم ممكن تنجح أو تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما من ساعات العصر فهون التسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إدارة الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لا جمعية أو مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وعلاقاتكم مع الأجانب لغاية ساعات العصر وبتكون برضو هاي الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء أنه ما تهمل واجباتكم ولو كثرت أو صعبت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تأخير وتقدم بجراء وثقة ولكن عند خلو المسار توقف من ساعات العصر بيصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة بتواجهوا مسؤولية أو عبء مهني أهم إشانكم ما ترتبكوا في المواقف الحساسة الجو العام فيه نوع من أنواع الصعوبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع لغاية ساعات العصر أنتوا بحاجة لطاقة عالية جدا وأعصاب متينة في الأيام القادمة أهم مش أنه ما تتركوا ذيول المتاعب أنها تسيطر عليكم من ساعات العصر الأجواء بتصير ممتازة جدا وبيصلكم خبر من بعيدة أو بتنجحوا في مجال السفر والانتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشتركي بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معكم بعض موليد برج العذراء ممكن يهتموا بموضوع يتعلق بالسفر برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر يعني ما زال شوي مقابلكم فعشان هيك بيضغط فيكم لغاية ساعات العصر فبتضل للفترة هاي مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف تاني ولكن ما بجوز إثارة المتاعب والجنة والانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا أما من ساعات العصر بتتغير الأوضاع وتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقفلك وراحة شيخوختك أو تاخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت انزعاج وعدوات لايلك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وابتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصة من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ابتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب تستطيع إحراز تقدم وأرباح عديدة من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بيصير مقابلك تماما فبصير الوقت مناسب للأشقاء يعني للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حذروا الانفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وما تذمر فترة خالية من الحضوض برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف جيدة ولكن ممكن يكون فيه معنى احتمال يكون فيه قلق حول أحد الأحبة نشاط وحيوية عالية جدا وبتميلوا لهوة ترفيه عن النفس لا غاية ساعات العصر طبعا ممكن أنك تأخذ خطوة مفيدة بالنسبة لك في هذه الساعات يعني لغاية ساعات الظهر أما من ساعات العصر فهنا التركيز رح يصير على العمل فبتتراكم الأعمال رغم أنه عندك قدرة عالية على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكون تنظموا جد والغذاء فمتأخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية واعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحظ النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن يكون في بعض القلق المهني عليك اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة من الآن ولغاية ساعات العصر فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع التبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق أو يعني نوع من الأشياء المفاجئة بالنسبة لإلك عائليا أما من ساعات العصر بترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وناجحة ولكن زي ما حكينا في قلق حول أحد الأحباء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشط في مجال السفر والاتصالات من الآن ولغاية ساعات العصر ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعت قلب المعادل لصالحك أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة طبعا هذا الأمر لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش إنك ما تسمح لعواطفك في التأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة للي بيحتاجها منك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تبظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن أنه يحصل على هدية وبعضكم ممكن يسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم تهتم بقضية شراكة أو عمل وممكن أنك تعالج الأمور بشكل دقيق وبتهتم للأولويات المالية وبتجد بعض الحلول والتسويات أما من ساعات العصر هنا تنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفهم الآخرين وابقى هادي وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وأهم شيء انتبه أثناء حركتك وقيادتك للسيارة ما في داعي للسرعة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء